أنا قبل ما أتجاوز حسين عملت صلاة استخارة وعملت دعاء استخارة كذا مرة بعدين لما كبرت شوية ولما بتديت أفهم وبتديت أحضر دروس دين وأفهم لأ فهمت إنه كان لازم يحصل ده في الوقت ده من لحظة كذا للحظة كذا دي كانت موجودة عشان أتعلم واحد اتنين تلاتة وعشان أنضج وعشان أوصل للخطوة اللي بعدها فلا ربنا مديني القدرة على التشافي مع إن كم سنة دول كانوا من أصعب يعني سنين حياتي حسين بعدها وفاة أخوية كانوا كم سنة كده وورا بعد صعبين بس الحمد لله طلعت فيها يعني ربنا دايما في ظهري في قلبي مين اللي كان موفق على جوزك من حسين فهمي ومين اللي كان معارض جوزك مني مامتي الوحيدة اللي كانت معارضة ليه عشان فرق السن مامتي وفيه أحد النجمات الوحيدة مش عايزة تقولي اسمها أنا ورانيا اتجاوزنا وورا بعد واتطلقنا وورا بعد أنت ورانيا فريد شاوئي قالت لي إيه اللي عملتون أنتوا الاتنين ده أنتوا الاتنين هتفشلوا